على مقربة من مقر إقامة بن يمين نتنياهو مظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأخرى في الجهة المقابلة تطالبه بالرحيل من منصبه على خلفية المتابعة القضائية التي طالته بتهم الرشوة والفساد وخيانة الأمانة بعد تحقيقات امتدت لثلاث سنوات نحن هنا لندافع عن رئيس الوزراء أعتقد أنه يتحمل مؤامرة يقودها اليسار من أجل إنهاء مساره السياسي أقف احترام لنظام دولة إسرائيل التي تقوم مؤسستها بمتابعة نتنياهو صراحة سأشعر بالإهانة إذا استمر في منصبه تفاعلا مع الأزمة التي تسبب فيها نتنياهو اتهم رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس رئيس الوزراء بمحاولة إشعال حرب أهلية ونشر الكراهية واقترح في المقابل على قادة حزب الليكود الانضمام إليه من أجل تشكيل حكومة يتولى رئاستها في العامين الأولين على أن يواصل نتنياهو المهمة في حال تبرئته دون شك نتنياهو يهدد البلاد بحرب أهلية من خلال خطاباته تحريضية أقول لكل السياسيين سواء من اليمين أو اليسار لقد حان الوقت من أجل تنظيف المجتمع الإسرائيلي من الكراهية من جهة أخرى كلف الرئيس الإسرائيلي رأوف ريفيلين الكنسة تسمية رئيس للوزراء وسيكون أمام النواب ثلاثة أسابيع لاختيار شخص يحظى بتأييد 61 عضوا على الأقل من أصل 120 وعشرين